اهلا من كل حضراتكم في اولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي وطبعا حاجة جميلة جدا ان انت يكون عندك دايما هدف وتكون دايما قادر على التحدي وتفوس كمان بالتحدي وتوصل من خلاله للحلم اللي انت بتحلم به معانا بطل مصري في التجذيف كان تموحه في وقت من الوقات انه يسجل رقم خياسي في التجذيف منفردا بطول نهر النيل لكن كمان كان عايز يوصل من خلال ده رسالة فيها شيء من التوعية رسالة بتتكلم عن اهمية نهر النيل وتعريف كافة القرى بنظام التأمين الصحي الشامل هنعرف كل ده واكتر بالكتير كمان من خلال وجود الجهندس حاتم أنديل معانا في حلقة النهاردة صباح الفولة بالكوانس اهلا بيك صباح الفول معي صباح العافية صباح الخير على حضرتك صباح خير وانا هبدأ معاك معلش بفكرة اصلا انك حضرت تيجي في بالك انا عايز اقدف بطول نهر النيل والوحدي والرحلة كانت جهزت لها ازاي والغرض منها فعلا زي ما كريم كان بيتكلم ايه هل احنا بنتكلم هنا يعني فيه قاز معين او توعية بحاجة معينة ولا فكرة هنا برضو سياحة يعني رياضية خلينا نفهم طيب لو نرجع للفكرة اساسا ابتدت سنة 2010 نحن زمان اوي اه يعني دي اول ما بدأت الفكرة اه 2010 كانت الفكرة اه اني اقدف من اسوان الراس البر دي ابتدت في 2010 ولكن الظروف في 2011 ما سمحتش ان انا عملها 2012 اتنقلت برا مصر رجعت 2018 اتنقلت امريكا الشمالية وشاركت في بطولات هناك واللطيف ان انا كنت بكسابهم في الاول كانوا اخديني بتهريج ان ده واحد مصري جاي وهو موجود هنا عايز ينزل بطولات وينافس يعني نزل وكسر الدنيا اه اخدت كزا مرة اول ايه وفاكل كويس اول مرة دخلت اه وانا بسجل الشخص المسؤول عن التسجيل اه بتقولي اه يعني اعني اقولها هي الارقام كام ومين عمل ايه السنة اللي فاتت قايتني انت اهم حاجة بس ان انت ايه يعني تيجي توازب كل يوم تقدب شوية وتشغلش بالك غريبة جدا اه يعني فاللطيف انه ايه فأنا وضبط يومين ثلاثة أريد أن أعرف اللي بحثت حالي والحمد لله كنت إيه فات التأول ده كان 2012 واستمرت الفكرة موجودة أنه هو في يوم الأيام لما أرجع مصر هعمل الفكرة بتاعت نهر المين 2018 لما رجعت اتشغلت في الشغل بتاعي وتأسيس الشركة والشغل بتاعي في مصر السنة اللي فاتت قررت أنه هو لازم تتعامل تواصلت مع اتحاد التأديف خصوصا من دكتور عمرو نوري وليها أسباب هي الأسباب بتاعتها ترجع للآتي إنه هو لما كانت في 2010 موجودة كانت موجودة أن أنا كنت لما بقى أدف في أي حتة نائع شوية كان في حاجات بتشد نظري إن هي محتاجة تتعامل عشان تبقى إيجابية فكنت كل تفكيري إنه هو إزاي تأدف بطول النهر ويبقى مغطي الإيجابيات والفرص اللي موجودة حواليه النهر النيل في مصر والحاجات اللي محتاجة تتحسن أو محتاجة اهتمام والاهتمام بين الاثنين إذا كانت من بناء أدمين موارد بشرية موارد بشرية أو موارد طبيعية ربنا بديها للبناء 2018 و 2019 لما جيت وبطليت أفكر فيها أنا لقيت إنه هو كان ملف بقى بتاع نهر النيل عمالي شد حوالينا في نفس الوقت الشغل بتاعنا مع الملفات الطبية إلكترونياً في الشغل بتاع الشركة بتاعنا خلى فيه علاقة بيننا وبين الهيئة العامة الرعاية الطبية نقابة الأطباء وشايف التحديات اللي موجودة في الملف ده والرقمانة بتاعته فحصل بيننا وبين الهيئة بروتوكول للتعاون في الحتة بتاعت الدعم بتاعهم في الجزئية فاهتميت إنه هو يكون التأديف معمول مع قافلة طبية بتساعد الهيئة العامة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل في تسجيل ورقمانة الملفات الطبية المواطنية في الأقصر وأسوان وفي نفس الوقت جات في نفس الوقت اللي هو فيه الملف بتاع نيل عمالي يشتد والناس كلها مهتمة به فاولت إنه هو الواحد يكون دور إيجابي إنه هو بيقدف ويخط الحاجات دي كلها سواء يعني أكتر من أنت تقعد على قهوة أو بتقول هم عملوا ومعملوش طيب خلينا نحاول إن إحنا نإيه؟ نشد الانتباه بشكل إيجابي يبقى قوة نعمة دولياً على ذكر تفصيلة السيحة العلاجية أو السيحة العلاجية الآن السيحة الرياضية تمشي مرضو نعم مرضو نعم المطلق نكونينا صحاب مرضو لا التفصيلة دي فعلاً مهمة جداً وخصوصاً إن أنا شفتها متجسدة في التقرير حضراتكم قد جيت تابعتوا معنا التقرير قبل بداية الانتربيو مع البشوهندس شفت شوية شوطات رائعة ففي واحدة منهم أنا بس الحضراتك ده كامتين بالضبط أنت فاجئتين بالرد أسيوت أسيوت أنا أنا وقفت عن ذلك يعني فيه شبت كده معينة ممكن حتى لو فيه فرصة إن إحنا نشوفه تاني لهو فيه جبت زي أبيض كده ورا حضرتك بص يعني أنا من أسوان لإينا يعني ما شفتش حاجة غريبة دخولاً أسيوت ابتدت التفاجئ وفيه مناطق أنا كنت فعلاً مش عايز أتحرك منها يعني أنا حتى وقفت بال لا تبلوهات ربانية لوحدها بموضوع لا ما تتخيلش ما حد تصوارها قبل كده يعني أنا ما شفت الصورة للحتة دي قبل كده متصورة فكانت بالنسبالي أنا كمصري مبسوط إن يشوف بلدي حلوة كده أصلاً كمان مهاجات الطبيعية لا ده فيه حتة تانية الجابل نفسه مع المية والحمام واليمام ما عاشش فيه فلما توقف ده الجابل اللي احنا بكلم عنه بصورة اللي بحكي لحضرتك ده عند دير في أسيوت وكانت بالنسبالي الدير منحوط جوه الجبل حاجة تحفة طبعاً تلفت بعد الرحلة دي إزاي يعني يعني التوتر اللي مش موجود الاسترس اللي رأى أكيد يعني لا ها فيه فيه نوعين إذا انت ترجع تانية تمشي بالشوارع زيه لا أكيد صعب أكيد السهلة هو فيه حاجتين هو رقم واحد هو فيه تحدي أساساً وإنت بتعمل الرحلة إن هو ما حدش متخيل إن هو فيه أوقات بتلاقي الهوى بيوصل سراعته لحاجة عشرين عقدة فبالحيان تلاتين عقدة فبتضطر إن انت تقدف جنب الجنب البرة تماماً والمية بتعلى جداً فيه صور وحاجات خدناها فيديوهات تقلينا ما ما فيش دعي نشاركها لعشان الناس ما تتخضش باللي إحنا كنا بنعملوا يا أولا كنت بعملوا يعني بس التحدي ده الواحده بياخدك في حتة تانية زهنياً هي طبعاً يعني بتخليه كمان تشوف كل حاجة من بعيد بقى طبعاً هي أخدت قد إيه برضو هي أنا بصرت دوقتي وأطور قبل الأناطر أنا لسه أكمل بكرة من بكرة إحنا ما يمكن كل ده حضرك مشيته لا ده دي واحدة منهم ده واحدة منهم هما هما مش حتى المشوار كميلاً لا لجزء بس أخد أخد كم يوم تقريباً لحد القاهرة أخد اربع عشرين يوم متواصلين اه متواصلين فيه بس يومين ويفتون في النص لازم بيتعامل حاجة يعني ريكوفري بقى عمل حاجة اسمها أنا بقف ما أدفش بس بيتعامل حاجات تانية زي وبعدين تكمل تاني يوم طب والأكل والشرب والحاجات دي كان بتحصل الزاق كان فيهم من خلال قفلة المرافقة لحضرتك فيه مركب تانية كانت لطيفة انها بتبقى ماشية سبقاني دي فيها النوم بتاعنا كنا مقررين دايما انه هو جزء من الرحلة انه هو الراحة تبقى ازاي كان فيه ناس تقول انه هو تطلع وتتبقى في مش عارف الحتة الفلانية لما جيت درستها قلت خروج من أنا مش عايزة خروج من الميا القرار انه هو أنا مش هطلع من الميا والحياة زي ما انت قلت كده دلوقتي حضائك انه هو بمجرد وصول القاهرة والخروج وركوب العربية فيه شك موجود من المياه اكيد عندك حق مليون في المية وعلى فكرة يعني فكرة ان حضائك يعني بعيدا عن تفصيلة المميزات على الجسم من خلال ممارسة هذه الرياضة بخلاف كمان الكوزز او حملات التوعية اللي حضائك عملتها برضو من خلال رحلتك دي بعيدا عن النقطتين دول يكفي الرواءان اللي في الحدودة دي والله هو اكتر من الرواءان كان فيه حاجة في الدماغي هقولك عليها والرواءان الحقيقة يعني حصل ودي حقيقا هو الرواءان رواءان نفسي طبعا وعينك شايف جماله مستريحة اللي هي شايفاه شايف حاجات انا حدت المركب بتاع المسطحات المائية الناس بتاع المسطحات المائية لازم اقول ان هو كان لديهم ضر غريب جدا ما كنتش متوقعه يعني من اول ما نزلت اقدف هم قالوا هو انت بتعمل ايه الضابط جم كالليمون يعني بتقول لهم انا هقدف من اسوان لحد رصبه قال لي يعني ايه انت مش هتمشي في المائية بالمركب دي مش هتركب في المركب اللي بتنام عليها يعني انا بتقول لا انا هقدف والمركب دي لما توقف انا بقف فيها والمركب دي ما تتحركش غير بحركتي اوكي قال لي انت هتفضل في المائية اللي واحدك كده فلاقيتهم بلاغوا بطول النيل ولاقيت الصبح مركب زودياك عليها تنين امناء شرطة واقفين مستنييني الفجر فبقولوهم فيها هقالك لا احنا ماشيين معاك فقلت هيمشوا معايا ويمشوا يعني مسافة ماو خلاص فقلت بهم ان هو بيسلموني البعض طبعا لحد ما وصلوني القاهرة كانت في المعادي انا مكنتش مستوعب السبورت بتاعهم ده لان هو محدش طلب منهم حاجة بس هو كان كل تركيزهم ان هو احنا مسئولين عنك لحد ما توصل القاهرة حاجة مخترمة جدا فدي كان برضو الحاجات اللي هي الايجابية طبعا فيه حاجات ايجابية كتير انا نفس اتكلم عليها الولاد الصغيرين اللي بيقدفوا بمراكب وبيصطادوا اللي بينقلوا اهلهم من ضفة لضفة وهو عنده اثناشر سنة دول ابطالة المنبيات احنا مش حاسين بيه يعني دول ابطالة المنبيات يعني في منهم كان بيحاولي سبقني وينده علي وفي منهم كان بيساعدني يقولي البحر عالي انا هاخدك من طريق اسهل حلو ده فكنت اقوله بس هتطلعني بيقعد كده على البحر مش عايزة معرفش اخر يقولي لا انا هاخدك لحد ما اخرجك في الحتة الفلانية وفعلا ياخدني في حتة يمشيني من سكة موازية كأنها قناة للنيل يبعدني عن المياه العالية شفت مثلا في مرة اتقلبت وما كانش فيه حاجة قريبة مني الوقت ده كانت الزودياك السلسة بتتغير بتاعة المسطحات انا اتقلبت في حتة قريبة من المياه عشان داف شبك في عشب وفي نفس الوقت كانت فيه موجة عالية فاتقلبت بعد ما اتقلبت ببص ايه خلص بسحب المركب بتاعتي وطالع على الشرط لقيت مركب جايالي مصيات كده ووقف وقعد ساعدني وقلب وزبط هيتعاون من كل اللي شاف حضرتك وانت في الرحلة دي وعين لقيته بيقولي انت مبلول طب ماتية اجبلك جلبية واجبلك مش عارفين والله دي حاجة جميلة جدا بجد 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 حاجة بيقولي طب اقولك على حاجة بس انت كده محتاج تاكل لقمة عشان ال فلا انت شفت شفت حاجات الولاد الصغيرين ما اقف في حتة ناية تماما وبصط ايه هم جايين يجروا يساعدوك تاخد المركب على الجام وبعدين كل ايه اشرف شاي في اللي عايشين جوا مركبة ويقولك ايه تتغد هو بالضبط دي نقطة بنتكلم فيها حاجة محترمة جدا احنا حابين بقى ننقل دا للخارج يعني منيجي نتكلم هنا سريعا عشان الوقت خلاص بيخلص بشمانت الخاتم انا ازاي استفيد بدا ان انا عامل ماركتنج حلو البلدي حتى عن طريق السوشيال ميديا لايه اساسا الممبر الاساسي لأي ماركتنج لأي شيء حتى الدول بتلجأ ليها بشكل كبير فمن نتكلم على السيحة الرياضية وفي نفس الوقت احنا نستغل حاجة تصورت تصورت فيديو تصورت صور يعني غير بس فوتوغرافيا يعني خلينا نعرف بصحيك انا في حاجات كده معينة هقول ان هي لو انا يعني ممكن ادي اقتراح اولا النوادي كبيرة امُصلت مجرح الرياضة في مصر التي له توجد دولي تم تبقية اهتمة لها توجد لها توجد في رياضة التأديف لانها في الحالة هيساعده في حاجات سياحية هساعدوا في اقنام يعني نادي زى الاهلي عصادنا هنا والنادي الاهلي لا عندهش فريق تأديف نادي الزمالك لا عندهش تأديف نادي المصري على القناة لا عندهش تأديف كل الهاجات دي هتساعد بقوة انهوا النهاردة نوادي كبيرة تهتم برياضة تأديف لأنها مباشرة هتخلي فيه اهتمام بالرياضة دي ورياضة دي هتنظر جمال النيل بطوله. اهتمام رجال الأعمال ان هم يوجهوا بعض من التصوير بتاعهم لرياضة زي دي في ملف زي الوقت الحالي بتاع النيل. انا بالنسبالي شايف ان دي حاجة مهمة جدا. موكتغف على المناجفة. يعني ملف البيئة. انا كان فيه كم نقطة كاتبهم. انا كنتش بتواقع ان انت تسأليني بسؤالت ايه لو اتسألت يعني. الاتحاد بتاع التأديف محتاج دعم من من النوادي الكبيرة ومن الرجال الأعمالي. انا مثلا في الفاتر اللطيفة ان هو لقيت فيه ناس اللي كانين يتقول ان هو وزارة الساحة تواصل معاك ووزارة البيئة الحقيقة مكتب الوزيرة تواصل معايا اليومين اللي فاته. هذه الحاجات دي كلها محتاج ان هو يكون لها ملف يجمع بين اربع وزارات. انا شايف ان هم مهم ان هم يكونوا وبيتعاون وسوى السياحة البيئة الشباب والرياضة اخرهم الرأي وليس اخيرا وليس اخيرا. فالاربعة دول لازم يكون فيه بينهم زي لجنة اللجنة دي توري جمال مص وشواطئها وشريان الحياة فيها بكل الاشكال. شيء جميل ان شاء الله ده يحصل لان اعتقد مهم يعني مهم التنصيف بين الرياضات والله يبصي انا اخر حاجة اقول ان هو مثلا محافظ السهاج مهتم جدا وتواصل مع يعني اهتمام من كل القيادة السياسية لان ده دولتي ملف الرياسة نفسها حدثت عنه فاتخير الرئيس مهتم بالرياضة مهتم بالشباب مهتم بان كل المصريين يمارسوا رياضة فكما حيتكلم عن التأديف احنا عندنا ابطال التأديفة يعني تغالي ان شاء الله ده فعلا يحصل انا بس ممكن اختم انا وكريم بحاجة سريعة جدا الحن اللي على قيد حضرتك دي ايه ايه اه 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 دي مش ايه ايه اه 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 سريعا جدا بس يعني حاجت الكاميرا بس عشان ناس تشوفهم اه اه مفيش دان اهو يشوفوا المنظر دا ايه اه لا مفيش مشكلة اهو اهو هي الكاميرا هتجيبه اه 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 هي النقطة كلها ان انت ابتكت هي اتقدف المسافات كبيرة بيحصل نقديك بتا اه اه الاحتجاك نتيجة الا اه مع المأداف اه ممكن اعرب يا جماعة عشان اه الناس تشوف انا اللي بيحصل كلاقياتي انه هو كل دول بيتحركان. ده من القوة بتاعت اه هي. انا انت مسك المأداف بالسبعة تعمل ساعات في اليوم. صحيح. ففي البداية كانت اللي بيحصل كلاقياتي انه هو دي كلها بتورم. وبتحصل فيها تجمعات ده موية ومائية. فالناس في اهل الصعيد عندهم حلول لطيفة جدا كانوا على موصلة الوقصور كانت ديت خلاص فيها يعني ايد ما بتكاتش بتايفت. موضوع متحب برضو طبعا. جدا اكيد. فجابوا حاجة لقيتهم وجابولي اه اللي على المركب اللي كنت بنام عليها من الصعيدة لقيتهم جايبين لي حاجة اسمها ارد وحنة. ومعاجنينهم في بعض وحطين ايدي فيها. وبقوا كل يوم بعد ما خلصي وحطين ايدي فيها. مم. بقت نشفتها لحد ما خلتها دلوقتي كده نشفت تماما فانبقتش بحس دي. ده الطب الشعبي بقى. ده في ناس عندنا كتير في مصر المتميزين. ولسه نشوف بقى طبعا منصورة هعملوا ايه دكتورة نجلة والطعم اللي هنا. نعرف حاجة بقى في اللقاء اللي جاي ان شاء الله اللي هيشرفنا يا حاجة ان شاء الله بوجودك معنا فيه. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. ساعدنا بوجودك جدا. انا المتشكر لي. ربنا كليكم نستازن حضركم على الطعب واصل سريع ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. حضر.